وزي الخالد بيما قال اول ما اتكلم ان هناك فترة ومجهود كبيرة عمل في خلال الاربع سنوات الماضية احنا لما نزلنا التلات ايام اللي فاتوا للانتخابات كان الشعار بتاعنا وجمعية رجال اعمال بالذات نزلت بيانين مهمين في حيز الموضوع الشعار بتاعنا ان احنا بنزلين من اجل الاستمرارية كلمة الاستمرارية دي كانت كلمة مهمة جدا علشان البلد دي تقوم وتنهض ما فيش شك انا مش حدي صورة وردية احنا ما زلنا في خضم المعركة وابتدينا خطوات اصلاحية حضرتك دلوقتي وصفتها بمعركة اه طبعا تمام خلينا نتكلم على مصر عموما اه ومش الاقتصاد بس احنا قدامنا في مصر التحدي الكبير للرئيس السيسي خلال الاربع سنوات القادمة هم اربع ملفات الملف الامني الملف الاقتصادي الملف الاجتماعي والملف الخدمي دول الاربع ملفات المهمين جدا وبالترتيب يمشوا بالترتيب ولا بالتوازي وبالترتيب ايو بس بالترتيب يعني الاهمية فالاهمية فالاهمية لازم يمشوا بالتوازي انما بدون امن ما فيش اي حاجة من الملفات التلاتة طبعا هيتحقق احنا شفنا مصر بتنهار امنيا امنيا في الفترة الماضية طبعا في الاربع سنين اللي فاتت كات معركة كبيرة باستعادة عيبة الدولة صحيح والاستعادة الامر ولازالت المعركة قائمة وما زالت قائمة فاحنا عشان كده الملف ده مازال مفتوح انما لما تقوليه لي في 2018 النهاردة ولا في 2012 أو 2013 اقول لأ يعني احنا هناك بن شاسع بين ما كان وما نحن فيه الآن تمام فالملف الامني ده من اهم الملفات اللي يجب انها تصير بالتوازي مع باقي الملفات التلاتة الاخرى تمام نخش على الملف الاقتصادي وهو بدون الملف الاقتصادي مش هنقدر نخدم الملفين الوراء ملف الاقتصادي اللي هو يجب ان هذه الدولة تقوم اقتصاديا يحصل فيها استسمارات كبيرة جدا خلال الاربع سنوات اللي فاتت وزي برضو خالد بيما قال حصل طفرة كبيرة في البنية التحتية في مصر مظبوط وده يعتبر تأهيل للاستسمار بدونها مفيش اقتصار يعني احنا قبل 2016 لما كان اي حد يسألنا نقدر نيجي نستثمر انه بتعمل ايه نفتح مصنع طب حتجيب كهرباء منين اذا كان المصانع القائمة مقفلة علشان ما فيش كهرباء كافية دخلنا انا كده عندي طاقة دخلنا في الطاقة كهرباء الطاقة والوقود ودي كان حتة تانية الطرق وحصل نهضة في الطرق الطرق دي برضو باش مهندس يعني اي مستثمر بيجي من بره اول حاجة بيسأل عليها الطرق والامن لا والطرق بالذات علشان الاستسمار الانتاجي طب انا حنقل مكونات الانتاجة دخلها المصنع ازاي وعلى اني طرق وطلقها ازاي وفي قد ايه فدي الحتة المهمة المواني كل البنية التحتية حصل فيها طفرة كبيرة جدا لتهيئة المجال الاستسمار يبقى ده تأهيل للمناخ الاستسمار يعني احنا لسه في مرحلة التأهيل مش في مرحلة الاستسمار اللي هو التام او الاستسمار اه انا لسه قدره في مرحلة التأهيل خالد بي قال والتشريعات المناخ التشريع قوانين الاستسمار قطعنا طرق كبير في المناخ التشريعي في تغيير القوانين ودي حتة مهمة جدا وبعدها ما زال هناك قوانين أخرى محتاجة استكمالا للمناخ التشريعي في الاقتصاد زي قانون العمل التأمينات الاجتماعية عدة قوانين أخرى تتخلنا لهذا المجال لما نبتدي المجال الاقتصادي يقوم هنقدر نتكلم بعد كده عن ملف الخدمات ملف الخدمات بحيث أن هندي خدمات ازاي والملف الاجتماعي ازاي ححمي الطبقات الأكثر فقرا والفقيرة حماية اجتماعية بدون ما الاقتصادي يقوم مش هادر اعمل أي حاجة وبدون ما يكون في وضعه أمني مظبوط ما فيش اقتصاد يبقى ما فيش اقتصاد يبقى ما فيش اقتصاد هي بالترتيب هي بالترتيب وأيضا تمشي مع الشغل بالتوازي ترتيب والتوازي ترجمة نانسي قنقر